ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعند الحاجة سيتم عكس حركة السير على خليج البحرين من حلبة البحرين الدولية إلى دوار عوالي على شارع الزلاق نحيث الجميع بالتعاون مع شرطة المرور لإنجاح خطة مرورية متمنين سلام للجميع قامت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بتنسيق مع إدارات الأمنية الأخرى لوضع خطة تهدف من خلال رفع مستوى الأمني في حلبة البحرين الدولية تضمن هذه الخطط كيفية انتشار الدوريات على الشوارع العامة والشوارع الفرعية المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية ووضع نقاط أمنية على المداخل الرئيسية للحلبة وأيضا قمنا بتوفير عدد من أفراد شرطة خدمة المجتمع لتعزيز الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية وبين زوار حلبة البحرين الدولي بالإضافة قمنا بفتح مكتب تلقي بلاق لاستقبال جميع الشكاوي من قبل الزوار والمواطنين والمقيمين ليكون هناك في سرعة استجابة واخذ الإجراءات اللازمة بذلك دور الجمارك في سيباق الأفوان يتمثل في معاينات البضاعة اللي توصل من المناطف الجمريكية نعاينها ونفتشها ونسلمها حق الفرق المشاركة بأسرع وقت ممكن حق يبتدون إعداد وبعد نفس الشي في نهاية سيباق نقوم بنفس العملية نعاين البضاعة اللي دشت كلها ونتأكد أنها مطابقة حق مستندات الدخول ويتم إشراف عليها لتوصل للمنافس وشحنا خارج المملكة هذه هو دورنا التسهيل بأسرع ما يمكن علشان ما يصير أي تعطيل حق الفرق المشاركة نحن عندنا مجموعة من الموظفين على كفاءة وخبرة عالية ومدي مشاركون في ذي الفعاليات وانتمنى إن شاء الله النجاح حق مملكة البحرين يأتي نجاح هذا السباق العالمي لما تمتلكه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من خبرات متراكمة على مدى 17 عاما من التنظيم ما جعلها مستعدة استعدادا أمنيا عاليا وفعال في التعامل مع كافة الفرضيات المتوقعة وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي وضع مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات العالمية ترجمة نانسي قنقر